أستاذ محمود يعني الهنوان مصر برنامج يمكن مسؤوليته كبيرة لأنه فكرة أن أنت تكلم كمان جيل جديد ومن القناة الأولى من ما سبيرو ده دي مسؤولية كبيرة قوي حضرك طبعا يعني جدير بيها بس حاب أعرف من حضرتك يعني فكرة محتوى البرنامج وطريقة تقديمه بشكل يليق ويتناسب مع سرعة العصر اللي احنا فيها والمعلومات الكتير قوي الموجودة اللي احنا البرنامج هيكون حريص أنه يقدمها للمشاهد خلينا نتفق مبدئيا أنه المحتوى الثقافي في أي عمل تلفزيوني تقيل نوعا يعني المشاهد بتاعه نوعي شوية المحتوى اللي بتقدم لو ما تقدمش بشكل ملائم اللي يناسب روح العصر واللي يناسب ما حدث من تسارع رهيب في وسائل التواصل والتكنولوجيا وكذا ده بيخلي بيخلي ما بيوصلش بسهولة بالشكل المطلوب وخليني كمان أقول برضو مبدئيا أنه أنا عندي اللي هي شرف عظيم جدا أنه أنا أشتغل وأقدم برنامج في القناة الأولى بعد سنين طويلة داخل ماس بيرو في القناة النيل الثقافية لأن القناة الأولى أنا بعتبرها أنا يعني كبير شوية يعني عجوز بس بش قوي فالحق في بدايات الوعي يعني أنه عندنا القناتين القناة الأولى والقناة التانية والإرسال بيخلص ساعة 11 12 ومعكس سلام الوطني ومعكس سلام الوطني فأنا ابن هذه المرحلة وابن هذا الجيل اللي وعي وتفتح على أهمية القناة الأولى كنبراس وكمنبر يمكن أوحد مع منبر آخر زي طبعا الإزعاء وقتها أرجع بقى لسؤال حضرتك وحضرتك بتتكلمي عن إيه الجديد أو إيه اللي احنا بنقدمه في البرنامج زي ما مهدت للكلام أن المحتوى الثقافي وحنا متفقين على ده مش جذابي يعني بشكله تقليدي حاولنا في العنوان مصر أن احنا نقدم محتوى ثقافي يراعي كل هذه الأبعاد التي تكلمنا عنها يمكن أستاذ محمد توفيق أشار دلوقتي أن البرنامج فيه عدة محاور في كل حلقة تبقى ثلاث محاور على وجه التحديد زمن شخصية ومكان شخصية ومكان وزمن شخصية كانت مؤثرة في الوعي المصريين وتركت بصمات في مسيرة الخالدين المصريين وزمن كان نقطة مفصلية في حركة المجتمع المصري وكذلك أيضا مكان له أهمية في حركة هذا المجتمع كل ده بيدور في إطار من يعني مش هقول السرعة وإنما التكسيف الشديد اللي من خلاله بيتحقق كمان حاجة مهمة جدا أنه كتير للأسف من المفاهيم المغلوطة اللي بقت موجودة في عقول بالأخص جيل الشباب بسبب أنه ما فيش كنترول على ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي مثلا أي حد عايز يكتبها حاجة يكتبها فبالتالي وده بنلاحظه في قضايا حتى معصرة دلوقتي مش كمان عن شخصيات قديمة أو شخصيات ربما بنشوف مغلطات تاريخية كتير ده مغلطات ده مغلطات بتحدث دلوقتي وانت عايشها فما بالك بأمور متعلقة بالتاريخ فالقصة هنا كانت مهمة جدا أنه رقم واحد يبقى فيه برنامج ثقافي يقدر يثبت المفاهيم الصحيحة عند هؤلاء هذا الجيل الجديد كمان أنه يبقى منطلق من هنا من مسبيره أصل الإعلام للعربي